بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أيها الإخوة الأكارم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل يقول المعرفة رأس مالي والرضا غنيمة والصبر ردائي والفقر والزهد حرفتي واليقين قوتي إلى أن يقول والثقة كنزي والثقة كنزي الكنز الذي لا يقدر بثمن هو ثقتك بالله عز وجل الكنز الذي لا يقدر بثمن بتقرير النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون واثقا بالله وقد ورد في بعض الأحاديث أنك إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوسق منك بما في يديك وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله أنا أتابع أنا أتابع كلمة الثقة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الثقة كنزي أي الثقة بالله عز وجل وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوسق منك بما في يديك والحقيقة الثقة بالله عز وجل ثمرة من ثماري من يجيبني الإيمان أو ثمرة من ثماري المعرفة يعني إذا عرفته وثقت به فامرأة فأم موسى عليه السلام ماذا قال الله لها وأوحينا إلى أم موسى أن أردعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم كلام غريب إذا خفت عليه فألقيه في اليم ائتني بامرأة من مليون امرأة تضع ابنها في صندوق وتلقيه في النهر لماذا ألقت أم موسى وليدها الحبيب في النهر لتقتها بأن الله عز وجل سيحفظه لذلك فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني يعني مثلا وأنا في طريقي إلى المسجد خطر على بالي هذا المسج لو أنك في طائرة وهي تحلق على ارتفاع أربعين ألف قدم وجاء إنسان وفتح لك بابها وقال إنزل وتأكد أن في الأرض مسطحا مرنا يمتص هذه الصدمة وسوف تنزل سالما تلحوش حالك في حالة وحدة إذا كنت واثقا من هذا القول إلى درجة خيالية تلقي بنفسك لكن لن تلقي بنفسك من باب الطائرة إلا إذا كنت واثقا من النجاة طب هؤلاء المظليون كيف يفتح لهم باب الطائرة ويلقون بأنفسهم لا بد من أن هذه المظلة مدروسة دراسة علمية مساحتها وطريقة فتحها ومقاومة الهواء ووزن المظلي هذا كل مدروس بدقة فلذلك بلا وجل ولا خوف يفتح باب الطائرة ويلقي هذا المظلي بنفسه في الهواء تفتح المظلة وينزل رويدا رويدا موضوع الثقة يعني أنت مثلا متى ترفض دخل كبير في شبهة لثقتك بأنك إذا تركته لله عوضك الله خيرا منه متى ترفض عملا لا يرضي الله لثقتك أنك إذا فعلت ذلك غضب الله عليك وإذا غضب الله عليك خسرت كل شيء متى ترفض أن تعين ظالما لثقتك أنك إذا أعنته كنت أول ضحاياه من أعان ظالما سلطه الله عليه إنه القرآن الكريم حينما تقرأه والسنة المطهارة حينما تقرأها إذا كنت واثقا أن هذا كلام خالق الكون وأن ذوال الكون أهون من أن لا يتحقق وعده أو وعيده وأن ذوال الكون أهون من أن لا يتحقق وعد النبي ووعيده عندئذ تثقوا بأن هذا القرآن كلامه وأنه واقع لا محالة لذلك تخشاه يعني لا أبالغ يمكن أن يجمع الإيمان كله في كلمة واحدة أنك واثق مما جاء في القرآن الكريم تبع الدنيا تحت قدميك تبع كل مباهج الدنيا تحت قدميك إذا حملتك على معصية الله أو إذا حجبتك عن الله ولو سألت إنسانا لو سألت مؤمنا لماذا أن تضيع الله عز وجل لو سألت مؤمن صادق ما الذي يحملك على طاعته يقول لك لأنني متصل به وأخشى على هذه الصلة أن تنقطع وهذا أقوى جواب لماذا تغض بصرك عن محارم الله لأنك موصول بالله بهذه الطاعة فإذا أطلقت بصرك في محارم الله حجبت عن الله ومدام الله يعني أغلى ما تملك أغلى شيء في حياتك لذلك حارس أنت على أن تكون متصلا به هذا سر الطاعة فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان مبالغا حينما قال الثقة كنزي الثقة كنزي وما كان مبالغا حينما قال إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوفق منك بما في يديك فلذلك يمكن أن يضغط الإيمان كله والمعرفة كلها واليقين كله في كلمة واحدة هو أنك واثق بالله واثق من أن الله لا يضيع عبده المؤمن ذوال الكون أهون على الله من أن يضيع مؤمنا أطاعه سبحانك إنه لا يذل من والي ولا يعز من عادي سيدنا رسول الله كان مع أصحابه وكانوا فقراء ضعفاء مقهورون محتاجون لما التقى به عدي بن حاتم قال له لعلك يا عدي بن حاتم إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه وافق أنا والله الذي لا إله إلا هو إن رأيت شابا مستقيما ضابطا لجوارحه ضابطا لمشاعره يصلي آناء الليل وأطراف النهار يغض بصره عن محارم الله يتحرى الحلال مستعد أن يضحي بكل شيء من أجل مرضاة الله عز وجل والله الذي لا إله إلا هو أقول له وأنا وافق مما أقول له كثقتي بأن هذه شمس في رابعة النهار الله سبحانه وتعالى سيوفقك وسيرفعك وسيعزك وسيعطيك وسيقر عينك أبدا الإيمان كله أن تكون واثقا بالله هناك أسئلة ترد كثيرا يا أخي إذا ما فعلك هيك بنسرق إن لم أضع المال في المكان الفلاني مكان السبهة والترمي وكذا بنسرق المال هذه ثقتك بالله لأنك أطعته ضيع الله مالك إن لم أعلم ابنتي في الجامعة وفي المراحل العليا تطلق فإذا طلقت لابد لها من عمال افكر بطلاقها قبل أن يزوجها تفكيره في الطلاق قبل الزواج هذه ثقتك بالله إذا ربيت ابنتك تربية صالحة طيبة على طاعة الله ظنك أن الله فيأتيها بزوج أول ما يفعله معها أنه يطلقها هكذا هذه ثقتك بالله عز وجل يعني الموضوع واسع جدا كل المعاصي التي يقترفها الناس لضعف ثقتهم بالله كل اليأس الذي يصاب به الناس لضعف ثقتهم بالله كل القنوط حينما يطيع مخلوقا ويعصي خالقا ضعيف الثقة بوعد الله رأى أن إرضاء هذا المخلوق أثمن من رضاء الله عز وجل وأن سخط هذا المخلوق أعظم عنده من سخط الله ليس واثقا بكلام الله ولا واثقا بما عند الله من نعيم مقيم ولا ما عند الله من عذاب أليم فلذلك إذا ضغطنا الإيمان كله والمعرفة كلها واليقين كله بكلمة واحدة إنها ثقة ولم يبالغ النبي الكريم حينما قال والثقة كنبي لذلك العلماء قالوا التفويض لله والتسليم لقضاء الله مرتبة التفويض ومرتبة التسليم ومرتبة التوكل أساس هذه المراتب كلها الثقة أنت لا تفوّد إلا من تثق به لا واحد منا من يعمل من يسطر لآخر وكال عام عام يعني بإمكان هذا الوكيل أن يبيع أملاكك كلها بإمكانه أن يطلق منك امرأتك أنت لمن تعطي وكال عام لمن تثق به يعني أساس التعامل هو الثقة فهل في الكون كله جهة أجدر بثقتك من الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثة ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا حتى أن بعض العلماء حينما قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين والله أنا ما رأيت قال لي واحد رأى هذا الحادث قال لما لم يقل رب ألم تسمع عقوله سمعنا فيه قرأناها في التاريخ أبره أما ألم ترى من رأى منا ما فعله أبرهة بالكعبة العلماء قالوا لأن إخبار الله يقين كيقين المشاهدة إخبار الله عز وجل لذلك ورد قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين ثقة أنت إذا مثلا ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه إذا كنت واثقا من قول النبي تضحي بكل شيء ولا تضحي بطاعة الله عز وجل وعندئذن يأتيك كل شيء ضحي بكل شيء إرضاءا لله عز وجل يأتيك كل شيء يعني هل في الأرض كلها إنسان يرى في المنام أنه يذبح ابنه يقول له في اليوم التالي يا بني إني أرى أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر إذا في بالأرض كله إنسان واحد عنده استعداد لمنام رآه في الليل أن يذبح ابنه حبيب قلبه مهجس فؤاده أن يضع السكين على رقبته شيء مستحيل لكن لماذا فعل هذا النبي العظيم لأنه واثق من رحمة الله واثق من أن أمر الله فيه حكمة بالغة وأن أمر الله لا بد من أن ينفذ لكن لما لما انطلق لتنفيذه كان الفداء الذي تعرفونه جميعا فلذلك يعني موضوع الثقة ممكن وأنت راكب مركبة تطلع على ساعة السرعة على مؤشر السرعة فهذا المؤشر حركته تتناسب مع السرعة طماما يعني إذا كان عشرين عشرين أربعين أربعين مية مية ويجب أن أقول لك مرة ثانية إن مؤشر الثقة يتناسب مع إيمانك إيمانك خمسة بالمية الثقة خمسة بالمية إيمان خمسين خمسين الثقة الإيمان ثمانين ثمانين كلما ارتفع مستوى الإيمان ارتفع معه مؤشر الثقة إلى أن تؤمر بشيء يعني غير معقول لكنك واثق من أن الله عز وجل لا يضيعك أكثر التجار في أعراف في أساليب يأتي تاجر مؤمن يخالف هذه العالمة وهي شبهة لا أفعلها يقال له أنت مجنون ضيعت عليك ربحا وثيرا جمدت هذا المال سنوات طويلة من دون أن تأخذ عليه ربحا أو فائدة هكذا العاقل هو واثق أنه إذا أطاع الله عز وجل لا يضيعه الله أبدا لا يضيعه أبدا لذلك دائما أو أحيانا تتعارب القوانين الأرضية التي تعرف الناس عليها مع الأوامر الإلهية هنا يظهر المؤمن يعني الناس جميعا يدعونك إلى أن تفعل كذا وكذا هكذا هكذا التجار هكذا البيع والشراء هكذا إخفاء العين هكذا ينبغي أن تفعل والنبي عليه الصلاة والسلام يعطيك أمرا آخر فإذا كنت واثقا من أن هذا النبي العظيم لا ينطق عن الهوى وكلامه وحي يوحى وأن هذا الوحي من عند الله وأن الله هو الصانع وهذه تعليمات الصانع يعني أنت مثلا إذا عندك آل معقدي وغالية بربك تلقيها أمام أي إنسان ليصلحها لك والله قبل أن تعطيها إياه تسأل عنه وعن خبرته وعن أعماله السابقة وعن صدقه وعن أمانته وعن ذكائه وعن وعن قبل أن تعطيه ساعة قبل أن تعطيه جهاز من زعليا يشرق منه لن تعطيه هذه الساعة إلا إذا وثقت من علمه وأمانته لن تعطيه مبلغا من المال ليستثمره لك إلا إذا كنت واثقا من أمانته ومن خبرته في وقت واحد فالثقة أساس فلذلك أنت لن تفوض لله عز وجل إلا إذا وثقت من حكمته ورحمته اللهم خر لي واختر لي هالتفويل اللهم اجعل محبتك أحب الأشياء إلي وردني بقضائك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت واثق أنت لكل شيء أوام فإذا تعجلت الشيء قبل أوانه عقدت بحرمانه فثقتك بالله عز وجل هي إيمانك مؤشر الثقة يتناسب طردا مع مؤشر الإيمان كلما زاد الإيمان زادت الثقة فأنت إذا واجهت مشكلة تفوض يا ربي أنا راضي أنا فوضتك فيما تريد افعل بما تريد أنا واثق من رحمتك يا ربي واثق من حكمتك واثق من تدفيرك من عدالتك من علمك بما ينطوي عليه قلبي من نوايا هذا التفوض قدمت امتحان ما نجحت بعد ما فوضت ما نجحت أنت الآن أمام حالة أخرى ما هي التسليم التفوض قبل النتائج والتسليم بعد النتائج فلابد من أن تفوض ولابد من أن تسلم لابد من أن تفوض قبل النتائج ولابد من أن تسلم بعد النتائج والتفويض والتسليم أساسه الثقة والتفويض والتسليم مع الثقة هذه كلها هي التوكل والتوكل وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا لذلك يا ربي إذا كنت معي فمن عليه وإذا كنت علي فمن معي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يقول عليه الصلاة والسلام إن الله بعدله وقصته جعل الروح والفرح في الرضا واليقيم وجعل الهم والحزن في الشك والسقط يعني كل الأحزان إذا سككت برحمة الله بعدالته بحكمته برحمته بعطائه بقدرته بعلمه مدام هناك شك في أحزان لا تنتهي وفي سخط دائما ثاخت من صفات الكافر أنه يتسخط كل شيء دائما ثاخت يعني كل شيء لا يعجبه كل شيء ينتقده لا يرى يد الله عز وجل تفعل ما تريد لا يرى حكمة الله عز وجل لكن الرضا حال قلبي ليس عمل إرادي فالعلماء قالوا من لم يقدر على الرضا ظفر باليقيم ما رضي لكن موقن أن هذا العمل نتائجه لصالحين وإن لم يظفر باليقيم فعليه بالقبر إما أن ترضى وإما أن توقن وإما أن تصبح إن ظفرت بالرضا فهذه مرتبة جيدة وإن لم تظفر بها فعليك باليقين بأن النتائج لصالحك لقول الله عز وجل والعاقبة للمتقين وإن لم تظفر باليقين فعليك بالصبر واثفر وما صبرك إلا بالله الآن التسليم لله عز وجل قال مناك تسليمان تسليم لأمره التكريف وتسليم لأمره التكوين يعني طلقتها المرة الأولى والثانية والثالثة خلاص بانت منك بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك يا أخي شو هذا ما بتطير بترجعها معناها أنت ما سلمت أن هذا التشريع من عندي خالق الكون هي أول مرة ما لك ممكن تترجعها المرة الثانية ممكن الثالثة الممعقوب معناها أنت لا تريدها فلا بد من أن تجرب غيرك فإذا أزعجت غيرك فالعلة منها عندئذ تطلق وإن لم تزعج فإذا إن زعجت من غيرك فالعلة منها وإن رضيت به فالعلة منك هكذا التشريع فكل إنسان لا يرضى بهذا الأخي الصيام ثلاثي يوم بالصيف هي الطاقة العاملة تضعف الإنسان يبقى مستوى نشاطه بالعمل لماذا الصيام لا تعرف الله أبدا مدام هناك اعتراض على أمره التجريعي في الحج لماذا الطواف لماذا السعي لماذا اللقوف في عرفات لماذا البلاد حارة لها درجة أكيد ليجعلها كبلاد معتدلة ما عرفت حكمة الله عز وجل كلما اعترضت على أمر تكليفي من عبادة أو معاملة أو خلق فأنت لا تعرف الله عز وجل فعلامة المؤمن أن يسلم لأمر الله التكليفي لذلك ربنا عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام هو تحكيم الشرع وبعد بوت النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحكيمه أن تعود إلى سنته إذا عدت إلى رأيه في حياته فرأيه سنة وإذا عدت إلى سنته بعد مماته فقد حكمتك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الإنسان حينما يرضى بالتحكيم فقد وثق بالمحكم فإن لم يكن واثقا بالمحكم لا يقبل فلمجرد أن تقبل بالتحكيم أن يحكم النبي عليه الصلاة والسلام هذه مرتبة المرتبة الثانية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني معقول أنه ما يحكم لي ما هو معقول ما برضى له ما حكم لي مثلا أنت قبلت لكن مع القبول قلق يجب كيف ما حكم فأنت راضي ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وبعد أن يحكم ويسلم تسليما في صحابي جليل احترأ لأنه لما النبي الكريم نهى عن قتل عم العباس قال في نفسه يأمرنا أن لا نقتل عمه ونحن نقتل آبائنا وإخواننا فسر التوجيه تفتير آخر تفتير عصبي أنه عمه ما نقتل له يا أما نحن نقتل آبائنا معنش هو عمه كان مأتلم لأني أما أتلم من قبل غزوة بدر والنبي الكريم إذا كان قال أنه عمي أسلم فقد مكانته أو فقد مهنته الخطيرة في مكة كان يقدم للنبي أخبارا دقيقة عن ما تذنع عليه قريش فلو أعلم أن عمه قد أسلم انتهى دوره ولو لم يأمر أصحابه أن لا يقتلونه في الحرب ولو لم يشترك عمه في الحرب لشك في ولائه لقريش إذا لم يشترك بالحرب عمه مشكلة وإن قال للنبي أنه عمي أسلم مشكلة وإن قال لا تلوه مشكلة ما لك ثقة بالنبي أنه حكيم وليس متعصبا لأهله ولا لأعمامه فهذا الصحابي قال أَيَأْمُرُنَا أَلَا نَقْتُلَ عَمَّهُ وَنَحْنَ نَقْتُلُ آبَاءَنَا وَإِخْوَانَا تسر تسير آخر قال بقيت عشر سنوات وأنا أتصدق وأصلي لعل الله يغفر لي هذا الظن السيد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذن يجب أن تستسلم لأمر الله التشريعي أمرك بكذا أمرك بكذا أمرك بكذا نحن عنا أرى قرآن ومسجود ما عجبه عما أرى أهلا أعدي هيك النبي فعل كلما مرت آية فيها سجدة سجد لله عز وجل مادام في اعتراض في عدم قبول لأمر الله عز وجل التكريفي التكريفي التشريعي فهناك خلل في الإيمان قال النوع الثاني التسليم لأمر الله التكويني يعني هل إنسان ما أجأ أولاد جاءته زوجة سيئة جدا هكذا شاء القدر دخله قليل جدا له أبن فيه عاهة منذ الولادة كيف الله أرست واثقا من حكمته من رحمته من علمه من عدالته قال هذا هو الرضاء بالقضاء بالقضاء والقدر لكن الآن في نقطة مهمة جدا في عنا قضاء قدر وفي عنا يعني قضاء ليس لك أن ترفضه وفي قضاء يجب أن ترفضه كيف لو شعرت أنه فيه بالبيت لص كيف دخل اللص أليس كذلك ما كل قضاء وقدر يستسلم له الابن صخنان أربعين حررته قضاء وقدر ما بتعالجه في قضاء يجب أن تستسلم له وفي قضاء ثاني يجب أن لا تستسلم له يجب أن تبدل وسعك في معالجته معالجت مريض ابنك ضعيث بالدراسة أخي ما منه خواص لماذا منه خواص اعتني فيه درسه يعني اجعله برنامج مكثف والله أعرف أنا ادي أقرباء عندهم ابن أربع سنوات عادل بكالوريا والدته مصممة أن يكون طبيبا أربع سنوات شهادة ثانوية وسبع سنوات الجامعة وصار طبيب الآن طبيب في تصميم في تستسلم رأسا ابني ما فيه ابنه خواص مخرج درازة مثلا طول باله في قضاء يجب أن تستسلم له وفي قضاء يجب أن تعالجه لذلك قالوا في قضاء في مقضي القضاء من الله مباشرة أما المقضي عن طريق إنسان أيام الإنسان شخص يتجاوز حدوده تستسلم له تطمعه لكن إذا وقفت في وجهه ونيتك أن تقفه عند حده وأن تردعه عن مثل هذا العمل هذا عمل صيد فما كل قضاء فما كل قضاء يستسلم له بل إن علماء العقيدة فرقوا بين القضاء والمقضي يعني إذا كان إنسان تجاوز الحد هو حينما فعل هذا بأمر الله لكن أنت عليك أن ترفض هذا العمل أن تؤذبه أن تقفه عند حده هنا الفرق بين الفقه بين الفقه وعدم الفقه غير الفقه تركه تركه كيف بده كيف الله بده لا هذا موقف بعيد هذا إنسان مثلا تجاوز حده بالسرعة هذا يستفر أخي كيف الله بده لا هذا يعاقب الإنسان يعاقب ويدفع الدية جزاء تقصيره وجزاء تهوره طيشه حتى الرب أخي كيف هذا قضاء قدر ما لعلقه هو حينما فعل هذا بقضاء الله وقدره لكن هذا لا يعني أن يعفر من المسؤولية وإلا أصبحنا في فوضى فلذلك هناك أحكام يؤمر الإنسان أن يلتسلم لها وأحكام لا بد من أن تعالجها كما أن الله عز وجل أمر لذلك في عنا نقطة مهمة جدا أنه الله عز وجل وجوده بيّن ظاهر لا يحتاج إلى دليل بالفترة تؤمن بوجوده وكل الكون يدل عليه أنت محتاج لا إلى دليل على وجود الله ولكن محتاج إلى دليل يوصلك إلى الله يعني الله موجود وأنت آمن في وجوده أما الدليل كيف تصل إليه كيف تبتغي مرضاته كيف تبتصل به كيف تنعم بقربه أنت بحاج إلى دليل موصل إلى الله لا إلى دليل يصفت لك وجوده إبليس قال له ربي فبعزتك الشيطان الرجيم مؤمن بوجود الله ومؤمن بعزته فكلما واحد ظن حاله مؤمن بأله عز وجل يعني مؤمن بوجوده أنا مؤمن لا مو هذا الأصول القصد لا أن تؤمن بوجوده فحسب بل أن تتجه إليه بل أن تتصل به بل أن تصل إليه كلمة فلان وصل إلى الله والله لا أستطيع أن أعبر عنه إذا وصل إلى الله رآه في كل شيء رآه فوق كل شيء رآه مع كل شيء ما رآ في الأرض جهة متصرفة إلا الله عز وجل هذه الرؤية وإذا رأيت هذه الرؤية استقمت على أمره وعكفت على مرضاته وأقبلت عليه وسعدت بقربه فرق كبير بين أن تؤمن بوجوده وبين أن تسعى إليه فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا المشكلة ليست أن تؤمن أو أن لا تؤمن بوجوده وهي قضية مفروغ مننا لأن ربنا ماذا قال قال أفي الله شك أن تكون فاطر السماوات والأرض في شك دعاك إلى عبادته دعاك إلى عبادته دعاك إلى طاعته دعاك إلى شكره أما أنه دعاك إلى أن تؤمن بوجوده هذه قضية مفروغ مننا أني خفر باري مثلا شخص أمامك وزنه مئة وعشرين كيلو طويل لابس بدلة جميلة ومتعطر أخي أنت موجود وقعني بالله هو أكبر من توقيعه يعني وجوده أهم من توقيعه توقيعه إذا غاب عنك وقالك يا طالت بالتوقيع إذا غاب عنك قال له يا إمام متى كان الله قال له ومتى لم يكن ومتى لم يكن فكلما ارتقى إمانك المشكلة ليس مشكلة تتأمن بوجوده المشكلة كيف تصل إليه كيف تأنس به كيف تقبل عليه كيف تتصد به كيف تسعد بقربه هو المشكلة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا نحن الحقيقة كل جهدنا وكل عملنا وكل مسعانا وكل التدريس والتوجيب والبيان والتحليل والأدلة كيف نصل إليه كيف نوقم لوجوده هذه قضية مفروق منها مفروق منها الطالب مثلا يقينه بالفحص ثابت أما المشكلة كيف ينجح في هذا الفحص كيف ينجح أخي فيه فحص لا يوجد الله محتار يا أخي لا يوجد الفحص لا بد منه الفحص الشهادة الثانوية لا بد منه لا يفقد بالمئة ألف طالب يقدموا شهادة ثانوية كل سنة فيه طالب واحد بشك في وقوع الامتحان ليس معقول لكم فيه انتحان الشك فيه نجاحه أو عدم نجاحه أما الامتحان قائم فهذه نقطة مهمة جدا يعني أهل الكلام المتشدقون يأتون بكل شيء على وجود الله أما أهل القرب يبحثون عن دليل يوصلوا إلى الله فرق بين من يقيم لك الدليل على وجوده ومن يقيم لك الدليل على الوصول إليه فنحن الآن الحقيقة هذا الدرس من مستوى يعني من مستوى غير دروس ترسيخ الإيمان هذه الدروس أساسها كيف نصل كيف يكون القلب سليما كيف نقبل كيف نستسلم كيف نفوض كيف نتوكل كيف نسق فنحن لا في مقولة نؤمن أو لا نؤمن نحن في مقولة نصل وكيف نصل ومتى نصل وإذا وصلنا ماذا نفعل بعد الوصول هنا جايبين مثل لا بأس به أن رجل دعاك إلى داره قلت للرسول لا آتي معك إلا إذا جئتني بدليل على وجودي من أرسلك وذليل على أنه مطاع في أهله وذليل على أنه أهل استقبال الضيوف لا تجي لا تجي في شخص وزوده فوق الشبهات وكرمه فوق الشبهات ودعاك فما عليك إلا أن تلبي الدعوة قال المتكلم يعني المتفلسل يبحث في الزمان والمكان والجواهر والأعراض والأكوان وهمته مقصورة عليها لا يعدوها ليصل منها إلى المكوم وعبوديته أما الثالث إلى الله في شخص آمن بوجود الله في شخص ثالك إلى الله لذلك العلماء الثلاثة كما قال بعض العارفين عالم بالشريعة أخي هاي حكمة كذا هاي حكمة كذا هاي مباح هاي واجب هاي فرض هاي سنة إلى آخر هذا عالم بالشريعة وفي عالم أرقة عالم بالطريقة عالم الشريعة إذا دخل الوقت توضأ والوضوء له فرائض وله ثنن وله مستحبات وله آداب دخل الوقت استقبل القبلة طهر بدناك طهر ثوبك طهر المكان كبر تكفرة الإحرام اقرأ دعاء الثناء الفاتحة هذا عالم الشريعة عالم الطريقة أرقة يعطيك أحكام الصلاة ويقول لك غض بصلك عن محارم الله تقص أن يكون دخلك حلالا لا تنقطع عن الله بين الصلاتين أمضي الوقت بالدعاء فإذا أذن الظهر رأيت نفسك أهلا للصلاة إذا كبرت للإحرام شعرت أن نفسك قد سرت إلى الله عز وجل هذا عالم الطريقة يعني يبين لك الطريقة التي تقع فيها العبادة على نحو يرضي الله عالم الشريعة يقول لك الصيام ترك الطعام والشراب وسائل المفترات من طلوع الفجر الصادق إلى غياب الشمس بنية هذا تعريف الصيام لكن عالم الطريقة يقول لك لا بد من قيام الليل لا بد من الأذكار لا بد من تلاوة القرآن لا بد من الصدقات في رمضان لا بد من الاعتكاف حتى يؤتي الثيام في ماله أما عالم الحقيقة فوق عالم الطريقة في عنا عالم شريعة وعالم طريقة وعالم حقيقة عالم الحقيقة هو الذي يسلكك إلى الله وجوده مفروغ منه وطعته بديهية آمنت بوجوده وبأسمائه وبوحدانيته وبكماله وعرفت منهجه وطبقت منهجه بقي عليك أن تسلك إليه مثلا أنت شاهد دكتور هذا قال لك هذا أستاذ في الجامعة أهلين دكتور صواحيح خير لو سلمت عليه مليون مرة ما بتعرف عنه إلا أنه دكتور في الجامعة أما لو جلست في إحدى محاضراته أول محاضرة ثاني محاضرة فرق كبير بينما يسلم عليه من موظفين إداريين في الكلية وبين من يحضر محاضراته اليومية هذا يسلم عليه ومعرفته به ثابتة لا تزيد أما هذا الذي يحضر محاضراته كلما ألقى محاضرة جديدة كبر في نظره يا أخي هذا من ثلثات الزمان هذا عالم كبير هذا حج هذا له سمع على مستوى العالم هذا أحد ثلاث بالعالم أما إذا كان ما حضرت إلى محاضرة له كلما شاهدته سلمت عليه بلفظ الدكتور وأستاذ صواح الخير وكيف حالك لكن معرفتك فيه ثابت فالقضية لا أن تؤمن بوجود الله فقط أن تصل إليه أن تنمي معرفتك به أن تزداد قربا منه أن تذوق حلاوة قربه أن تفعى إلى بلوغ مرضاته فالعالم الذي يسلكك إلى الله عز وجل هو عالم الحقيقة والذي يعطيك القواعد كي تؤدي العبادات كما أراد الله هو عالم الطريقة والذي يعرف أحكام الشريعة بدقة بالقة هو عالم الشريعة ولا يكون عالم الطريقة عالما بالطريقة إلا إذا كان عالما بالشريعة ولا يكون عالم الحقيقة عالما بالحقيقة إلا إذا كان عالما بالطريقة وعالما بالشريعة الشريعة الهيكل الإثمنتي للدين الطريقة الكسوة حقيقة الأساس فأذلوا فرضنا واحد أطلعك على خرايط لبناء بنائي شوف حساب الإثمنت تكعيب الإثمنت شوف حساب الحديد شوف الطابق الأرضي شوف الخرايط شي بيأخذ العائل فأنت ما عندك بيت يترأيوه أرقى أن تقدم لك خرائط بناء فخم لما يقدم لك منزل فخم تسكنه وقد بني على أسس علمية فلذلك هناك عالم يلقي درسه وهناك مربي العالم ألقت بس وانتهى الأمر يقول لي يقول لي ما عاريت مثل بعضه أما المربي يتبع تلاميزه يحاول يفهم الأخ لين واصل مدى علمه مدى يقينه مدى استقامته مدى فهمه مدى استعابه المتابعة في تربية وإلقاء الدرس تعليم الموضوع الأخير في هذا الموضوع قال التسليم الذي أساسه الثقة بالله عز وجل هو أن تتخلص من كل شبهة تعارض الخبر الإلهي يعني الله أخبر أنه آدم أبو البشر أخي والله شيء بحيير علمونا أنه دروين يقول أنه الإنسان أصر أرد وقال فيه مستحافات وفيه حلقة مرقودة وفيه كذا إيه الله أخبر أنه في آدم ما فيه إرد أنت عندول فيه إرد مثلا والله شيء بحيير معناها ما فيه تسليم لأ الله عز وجل ما سلمك أنت قال أنه الأرض كوكب في مراحل متأخرة جدا ابترز وصار أرض أما ربنا قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان الأرض مخلوقة قبل السماء هيك الله عز وجل الآن إذا في عندك شبهات تعترض بها على أخبار الله عز وجل على إخبار الله عز وجل وقال الله عز وجل قال كلمة وحدة قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض إذا واحد أبن عمره عشر سنوات وشاري محل في جاري قبل ثلاثين سنة قاعد بجلسة وقال أنا المحل أخدته من فلان لا بابا من فلان أخدته قال أنت تنت وقتها أنت وقت أنا أخدته وين كنت فاللي بيعترض أنه أخي لا أكون أصله كذا قال له الله ما أشهدته مطنوا معي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما كنت أنت وقتها فالسلسف عين لأ أصله أرد الإنسان لأ ما أصله أرد لأ كان دخان لأ صار فلما تكون في عندك شبهات هذه الشبهات فاعترض بها على أخبار الله عز وجل أو على إخبار الله إله ما صحيح فهذا من عدم التسليم وعدم التسليم من عدم استقام أو في عندك شهوة مصر عليها هذه الشهوة تعارض بها أمرا إلهيا قال لك الله غض بصرك يا أخي هذا الزمن صعب وين نروح بعيوننا يا أخي بمثلك تمسي أنه تمشي تلاقي وحدة قدامك على اليمين على اليمين وحدة على اليسار وحدة لفوق تلاقي برندة قاعدة وحدة وينزروا بعيوني يعني مستحيل يعني الله كلفك في شيء فوق طاقتك الله قال لا يكلف الله نفسك إلا وسعها فعدم الإخلاء عدم الاستثلام سببه إما شبهة تعارض إخبار الله عز وجل وإما شهوة تعارض أمره أنت بين شهوة وشبهة الشبهة تمنعك من أن تستسلم وعدم الاستثلام أساسه عدم استقام والشهوة تمنعك من أن تستسلم وعدم الاستثلام أساسه عدم استقام أو إرادة تعارض الإخلاص يعني إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي هو بده يعرفون الناس أنه حجي بحب يعرفوا واحد فات للجامع حتى يعني ناوي الحج ومعه مبلغ من المال عم يبحث عن شخص أمين يعطي إياه كأمانة فدخل للمسجد اتطرف من الناس لا واحد فيه خشوع بصلاة وزايد مغمض عينه وميتعصور قال هذا بغيتي فلما أجر عنده قال له أنا زروع الحج معي مبلغ من المال إلا أغضى عليك يحطه عندك أمانة قال له أنا كمان صايم سيدي قال لي بسوى الله يستيامك ما عجبني الصلاة أما يستيامك ما عجبني فتلاقي شخص أحيانا ما في عنده إخلاص يجعل الدين تجارة يجعل الدين شيء رخيص يعني يبتغي بالدين عرض الدنيا فالله عز وجل أمره بالإخلاص هو بده الدنيا من خلال الدين هذا إذن لا يستثلي وفيه إنسان الله عز وجل بيقول مثلا إلا من رحم ربك ولذلك خلقه مثلا الله خلقنا لي وعذبنا يا أخي ما حدا مرتاح هتلي واحد مرتاح يعني شو يعني الله كلامه غلط يعني إذا أنت رأي غير ما يقوله الله عز وجل فإذا نجوت من شبهة تعارض إخبار الله أو من شهوة تعارض أمر الله أو من إرادة تعارض الإخلاص لله أو من تفسير أو فلسفة تعارض ما جاء في كتاب الله إذا نجوت من كل ذلك فأنت ذو قلب سليم واسمع قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم خلا من شبهة وخلا من شهوة وخلا من إرادة خلاف الإخلاص لله وخلا من عقيدة أو تفسير أو رأي خلاف ما وعد في كتاب الله إذا نجوت من كل إلى أولئك فأنت ذو قلب سليم وأنت الناجي بفضل الله عز وجل العلماء قالوا إن التسليم يكاد يرقى بالإنسان إلى مرتبة الصديقية ومرتبة الصديقية أعلى مرتبة بعد النبوة النبوة الصديقية وأمه صديقة سيدنا أبو بكر الصديق أعلى مرتبة في الإيمان مرتبة الصديقية فإذا استسلمت إلى الله عز وجل فوضت واستسلمت وثقت لا في شبهة ولا في شهوة ولا في إرادة غير مخلصة ولا في تفسير خلاف ما جاء في القرآن نجى قلبك من هذه الأمور الخمسة فأنت في مرتبة التسليم والتسليم أساسه الثقة والثقة أساسها معرفة الله ومعرفة الله هي كل شيء ورضي الله عن سيدنا علي حينما قال أصل الدين معرفته يعني بين الذي يعرف والذي لا يعرف بوما شاسر والله مرة يعني كنت حضران بمكان توفي صاحب البيت فذهبنا إلى مواساة أهله فات أخوه سب الدين ليش مات أخي؟ قال ليش مات أخي؟ طلعا فقد كان حضران مجارس هلم لو كان يعرف الله عز وجل يعرف الأجل يعرف ما عند الله بعد الموت جاهل 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 فاضح قذر جاهل يعني جاهل بشع ليش الله ليش مات أخي؟ واحد وفت مرته يعني عمره في ستين سنة ألا أخذ عمره تسعين يأخذ هديك يأخذ هديك جاهل هذا فلذلك الإنسان كلما نمى عقله ونمى إيمانه قل كلامه لذم الصمت وسبح الله وحمد الله على كل شيء اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر